بيان الهيئة التأسيسية لمجلس الوفاق الوطني الليبي بناء على الاجتماع المنعقد يوم الاربعاء الثالث من ربيع الثاني للعام 1437 هجري الموافق الثالث عشر يناير 2016 ميلادي بقاعة الشهيد عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي للهيئة التأسيسية لمجلس الوفاق الوطني الليبي المنبثقة عن ملتقيات الوفاق الوطني مصراتا غريان طرابلس عند الساعة الرابعة مساء وبعد جملة من النقاشات اتفق الحاضرون على الآتي أولا تم تسمية أعضاء مكتب التنسيق لمجلس الوفاق الوطني الليبي وتكون مهامه كالآتي اختيار منسق ونائبين ومقرر وناطق أعلامي اعداد النظام الأساسي لمجلس الوفاق الوطني الليبي اعداد اللائحة الداخلية لمجلس الوفاق الوطني الليبي تسجيل المجلس لدى جهات الاختصاص اعداد بيانات عن أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الوفاق الوطني الليبي التواصل مع المناطق لفتح باب التسجيل مستقبلا في الجمعية العمومية بهذا المجلس ثانيا بناء على ما ورد بالبيان الختامي لملتقى الوفاق الوطني الليبي الثالث المنعقد في طرابولس بتاريخ الـ 31 من شهر ديسمبر للعام 2015 ميلادي وعلى ما ورد في الاتفاق الصادر عن وفود مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا بتاريخ الرابع من شهر يناير للعام 2016 ميلادي بقاعة المؤتمر الوطني العام بطرابولس فقد تم تسمية لجنة الـ 21 المتفق عليها وتكليفها بالتواصل مع الجهات المعنية واعداد تصور للحل السياسي قبل نهاية الـ 31 من شهر يناير الجاري ومتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه حفظ الله ليبيا وحفظ أمنها وأهلها صدر بطرابولس الأحد الثامن من ربيع الثاني للعام 1437 هجري الموافق السابع عشر من شهر يناير للعام 2016 ميلادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مبادرت بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام بعد التواصل مع وفد لجنة المصالحة من برقة والنشطاء والسياسيين وبعض منظمات المجتمع المدني والتي كانت تسعى دائما لحل المشكل السياسي في ليبيا وبعد دراسة عديد من المبادرات التي قدمت لنا فإننا نعلن دعمنا وتأييدنا للمبادرة المقدمة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام والتي مفادها تخصيص مئة مقعد من الجسم التشريع الجديد للمنطقة الشرقية دعما لوحدة البلاد وقطع الطريق أمام محاولات تقسيمها كما نناشد في الوقت نفسه الجسمين التنفيذيين في طرابولس والبيضاء بالتعاون فيما بينهم في تقديم خدماتهم للمواطنين دون استثناء وإلى أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم البلاد من غربها لشرقها ومن جنوبها لشمالها عليه فإننا نؤيد هذه المبادرة وندعم العمل على تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وستبقى ليبيا أرض كل الليبيين دون إقصاء ولا مزايدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته